مزمور 23 الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي عصاك وعكازك هما يعزيانني ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية مسحت بالدهن رأسي كأسي رية إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام الله يبارك هذه الأقوال المقدسة لنا لما أحب دايما يكون لي تأملات في هذا المزمور الجميل الرائع قبل ما أتأمل فيه أحب أربط المزمور ده بالمزمور اللي قبله والمزمور اللي بعده مش مجرد شيء تعليمي لكن كمان شيء أنا أشعر بالاحتياج إليه شخصيا وأثق أن شعب الرب يحتاج إلى هذا الربط الجميل الرائع في هذا المزمور والمزمور السابق والمزمور اللحق إحنا قرينا مزمور 23 يبقى قبله 22 وبعده 24 التلات مزمير تتحدث عن حبيب الأل رب المجد اللي أحبنا فأحببناه اللي أتى إلينا فاجتذبنا إليه اللي رضي يتحد بنا ويسكن فينا اللي خلانا نقولها وبفخر راعية وبيشد على حرف اليا الرب راعية الشخص الحلو ده التلات مزمير بتتكلم عنه المزمور 22 بيتكلم عنه باعتباره الراعي الصالح زي ما قال هو بنفسه في إنجيل يحنى الأصحاح العاشر وعدد 11 أنا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبزل نفسه عن الخراف بس سارجوا أننا نلاحظ ليه الرب قال العبارة دي ليه قالها ايه الكلام اللي قبلها مهمة قوي ربط الآيات ببعضها شيء مهم عارفين في العدد العاشر بيقول لي ايه السارق لا يأتي إلا ليسرق اتنين ويزبح ثلاثة ويهلك يبقى كان بيتكلم عن السارق اللي بيسرق واللي يسرقه يدبحه وياريت يكتف بدبحته لكن كمان نوي يهلكه خد بالك ما يجيش على الرب أبدا كلمة يهلك أبدا تيجي عنه يخلص لكن ما يجيش عنه يهلك لكن إبليس بالذات يجي عنه يسرق يزبح ويهلك ناو على الإنسان ما يسيبهوش غير لما يهلكه كانوا زمان يقولون عبارة يمكن حضراتكم عارفينها يقول لك الشيطان يأكلك لحما ويرميك عض الحقيقة العبارة دي غلط عشان أجيب لكم من الآخر ده يأكلك لحم ويأكلك عض وما يكتفيش ويرميك في نار جهن عشان كده يسرق وتاني يدبح ويهلك بعدها على طولي يقول إباة وأما أنا أنا عاوز أوصلكم لكلمة وأما دي المفارقة الرائعة العجيبة دي وأما أنا أنت إي يا رب لا أنا أختلف أنا كنت أتوقع يقول أنا الخالق هو الخالق فعلا كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان كنت أتوقع لأنا الديان وهو فعلا الديان هيجي يوم ويديني المسكونة بالعدل بس ما قالش كده يا أخي دي تركها لوقتها كنت أتوقع يقول أنا الجبار مع أنه الجبار تقلت سيفك أيها الجبار كنت أتوقع أنه يقول أنا القوي أو الأقوى القادر مع أنه فعلا هو الأقوى والقادر لكن اسمعوا لي وأما أنا فقد أتيت لك المجد يا رب جاي ليه الأتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل يعني فيه اللي يسرأ ويدبح ويهلك أما هو فقد أتى علشان يحط الأساس ويدفع الكلفة تماما كاملة اللي بيها تكون لنا الحياة الأفضل تعرفين الناس كلها شعارها حتى الأشرار نحو حياة أفضل بس أنا عندي بقى شخص مش عندي حاجة لأ أنا عندي شخص يقول لي بص يا حبيب قلبي يقول يا رب يقول لي أنا أتيت علشان أحط لك الأساس وادفع الكلفة كاملة علشان تقدر تعيش الحياة الأفضل يعني أفهم من كده من غيره مفيش حياة أفضل ريح نفسك ما تقعدش تدور ما تقعدش تهاجر ما تهربش من مصر ما تروحش هنا ولا هناك أنا بقولها لك هوا إذا عاوز تكمل رحلتك في الحياة الأفضل روح للي هو أسس لك الحياة الأفضل من خلال مش من خلال كل ما قالها ولا شعار ولا وقفة منبر ولا منصة عالية لكن إن خلال رفعته على الصليب وموتوا بالنيابة عنه ودفنه وقيامته وصعوده ودخوله كسابق لأجلنا إلى بيت الأب هو ده اللي عنده الأفضل عشان كده يقول أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل لا تبحث طويلا ولا تضيع وقتك فهو قريب منك لا تقل في قلبك من يصعد إلى السماوات أي ليحضر المسيح أو من يهبط إلى الهاوية أي ليصعد المسيح لكن ماذا يقول الكلمة قريبة منك فين فمك وفي قلبك أي كلمة الإيمان لأنك إن اعترفت بفمك يا رب يكون الكلام سهل إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وأمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات هتكون النتيجة حياة أفضل خلص مبروك عليك دفع التمن عشان كده خد بالك لما يقول وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل بعدها على طول يقول أنا هو ما تقولوا معي الراعة الصالح والراعة الصالح يعمل إيه يبزل نفسه عن الخراف هذه الأساس مزمور 22 يقول للمسيح لأجلك على الصليب مزمور 22 يقول للمسيح اتقلم لأجلك على الصليب مزمور 22 يقول لي ما فيش رعاية وحياة أفضل إلا لما المسيح يدفع الحساب كامل على الصليب بس عايز أقول لكم على شيء لو المسيح مات على الصليب واتدفن في القبر وقاعد لغاية دلوقتي ونروح نزور مقامه هناك لحياة أفضل ولا نشوف الأفضل العز والهنى والمجد والكرامة فين مين يقول بقى إن اللي ماتوا اتدفن مات لأجل خطيانة بس أعلن كفاية عمله من خلال قياماته من قام المسيح من بين الأموات غلب انتصر ارتفع وأظهر أنه حي ببراهين كثيرة من خلال ظهورات متعددة حوال 12 ظهور لتلاميذه اللي كانوا تبعية له لا ده مش تلاميذه بس الرسل بس وظهر لمؤمنين قال عنهم الرسول بولس خمسمية أخ في زمن كتابة الرسالة قال أكثرهم باق إلى الآن حي مات لأجل خطيانة وقام لأجل تبريرنا عشان كده مزمور 22 مش بيتكلم عن الصليب فقط لكن ده بيتكلم عن الصليب ويتكلم من عدد 22 عن القيامة وبركاتها ده مزمور 22 المسيح الراعى الصالح اللي مات على الصليب لأجلنا وقام طب مزمور 23 مدام آم وحي وموجود لحسابنا يبقى راعي الخراف العظيم المقام من بين الأموات وصلنا كده عبرانين 13 وعشرين راعي الخراف العظيم المقام من بين الأموات يعني ما كان شوفها نقدر نقول الرب راعية هتقولها ازاي طيب لما يقول فلا يعوزني شي وفي مراعي خضر يربضني ولا مياه الراحة يوردني ويرد نفسي إلى آخر كلامة جميل الأمور دي تحتاج إلى واحد حي ولا واحد ميت واحد حي يبقى إذا لازم اللي مات يحصل له يقول معي يقوم يقوم لازم يقوم بالقيامة من الأموات أعلن الانتصار العظيم فصار الشيطان مش عدو له أنياب لكن عدوه مكسر الأنياب ومهشم دماغه مهشمة كمان من خلال موت المسيح على الصليب وقيامته فاحنا بنتبع شخص مش مهزوم شخص يقول معاين منتصر منتصر عشان كده اللي مات قام واللي قام أعلن الانتصار واللي انتصر بيقول لي أنا أيوة أنا رعيك أنا رعيك تخاف لي واللي خوفني صحية اللي خوفني عشان كده صاحب المزنور معاين يعني الرؤية عنده محدودة بحدود الإعلان في العهد القديم غير نحن في العهد الجديد كمال الإعلان الإلهي لنا عارف في حدود المنظور اللي شافه قال عبارة عارف قال إيه إذا سرت في وادي احنا لسه قارجينها إذا سرت قولوا معاين في وادي ظل الموت أيوة لا أخاف شرا لأنك بطل قال لا لأنك أنت معي طب بس بعد الموت في إيه ما قدرش يقول لكن بص في العهد الجديد الرسول بوليس يقول إيه اسمع كده محصور بين الإثنين عايزة لي لي اشتهاء ما تقولوا معايا دي شاهوة حلوة على فكرة لي اشتهاء أن أنطلق شايف إزاي ما قالش إذا سرت في وادي الظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت قالوا لا ده أنت خلاص كسرت شوكة الموت أنهيت على من له سلطان الموت خلاص ما عادش الموت يرعبني ولا يخوافني يوم أن أغمض عيني في الزمان هنا سأفتحهم في ذات اللحظة على جمالك ومجدك العظيم لي اشتهاء أن أنطلق منه أقول وأكون مع المسيح بس الرسول قال يا رب تكون فينا إحنا زاكا أفضل جدا شايفين رجاء المؤمن في العهد الجديد أوضح أوضح مش كده مش خايف فاللي متع الصليب لأجلي هو بذاته اللي آن وصحده موجود حي لحسابي هو نفسه اللي جيتاني مزمور 24 افتحوا الأبواب الدهريات ليدخل ملك المجد مين هو ملك المجد ده هو ده نفسه اللي فصحاح 22 كان على الصليب لأجلي هو نفسه الراعي المقام من بين الأموات راعي الخرافة العظيم الموجود لحسابي هو نفسه ده ملك المجد اللي هيملك وهنملك نحن أيضا معه اللي قال عنه بطرس الرسول في خمسة رسالة الأولى أصحاح خمسة رئيس الرعاة يبقى الرب يسوع الراعى الصالح هو نفسه راعى الخرافة العظيم المقام من الأموات هو نفسه قوله معايا رئيس الرعاة الشخص الحلو ده بصواها تعالوا اللخص الكلام اللي جاي في كلمتين اتنين ونكنا نقول بعض التفاصيلات فيهم شخص الجميل الرائع الحلو ده كلمتين اتنين خدوا بالكم منه أنا له والكلمة التانية هو لي بس كفاية ما اللي عايزين نحن تاني ولا انت عايزين كلام أكتر من كده يعني خلاص الشخص اللي مات وقام ملك المجد اللي جاي قريب اللي هيملكنا معاه احنا المؤمنين وكل اللي عايزين يأمنوا احنا له وهو قولوا معاي وهو لينا يبقى أنا له وهو لي وده اللي قالته عروس النشيد على فكرة اللي تذكروا أنا هم من حاجة واحدة ايه هي عارف هو هو أنا دلوقتي بالإيمان كل اللي عرفه تعرفت على شخص تعرفت عليه بالإيمان أنا أقول لكم بصراحة دل أنا أنا أم روحتش السماء أنا وقفوا قدامكم وأنا مروحتش السماء لو قلت لكم روحت السماء أبا غلطان قالها الرسول بقول اسأل أعرف إنسانا أفت جسد لست أعلم في الروح لست أعلم اختوطفة إلى السماء الثالثة اختوطفة إلى الفردوس طب قول قال اسمعت مش قادر أحكي طب خلاص مش قادر تحكي أنا مروحتش زي عشان أحكي لكم يحن الحبيب دخل هناك وحكلنا بس كل اللي يدر أقول لهم يحن الحبيب قال لك عرش وعلى العرش جالس وتجالس شب حجر الياشب والعقيق دخلنا فيه في دوامات إيه ده عقيق الكلام ده لو قلت بالك بس أنا عايز أقول لكم على حاجة أنا عرفتها لا لا ده مش عرفتها ده مليت إيدي منها لا ده مش مليت إيدي منها يجري فيه كياني يجري فيه عروقي عارف من هو ده الحلو اللي أنا بحكي عنه رب المجد يسوح هو ده بس بس دلوقتي يخد بالك بس تمتع به بالإيمان جمل الحياة خلها لها طعم تاني بصراحة أو لها لك العياة بي لها طعم تاني من غيره سداني ما لها طعم أنا مش عارف الناس عايشها إزاي أنا خاف لحد يقول الماله المجنون ده سداني أنا مش عارف الناس عايشها إزاي من غيره مش غلطاني المرنم اللي قال ما قدرش أعيش من غيرك صحيح أنا مش عارف عايشيني إزاي من غيره يا أخوانا كل يوم تصحى على قلاقل ورعب وخوف عم الله يخليك فيه واحد يشيلك ويشيل شلتك ده اللي أنا اختبرته عارف اسمه إيه يا سلام مش عارف اسمه هقولك على اسمه تدعو اسمه يسوع يسوع هو ده اللي أنا عارفته الآن أستمتع به بالإيمان شهوة قلبي وأمنيت حياتي إن في يوم من الأيام الإيمان هيتحول إلى وشوف أشوفه بعيني وهسجد عند قدميه هيكرمني ده أنا أظل طول عمري ساجد لي يستاهل يستاهل هو ده اللي أنا عارفه عارف لما قال بص يا إخوة أنا عارف يمكن بعض تبقى صعبة المفهوم أسهلها لك وبساطها لك أكتر هقولك عبارة قالها الرب يسوع لما بيقول في بيت أبي منازل كثيرة وإلا فإني كنت قد قلت لكم لو ما فيش كنت قلت لكم وبعدين يقول إيه أنا أمضي لأعد لكم مكانا إن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلى سماء السموات ما قالش طب إيه لفردوس النعيم ما قالش أم الإله إيه ما تقولوا معاه إلي يبقى هو المقصود هو المقصود بالإيمان ملك على حياتي وجاي قريب ياخدنا رسول بقول إسأل نكون مع الرب حد فاكر تسالونيكي الأولى أربعة آخر عاد نكون مع الرب كم ساعة كل حين يبقى سماءنا هو ترنمتنا هو أفرحنا هو هو وبس مش عارف بقي نصيبك مش هتسمع مني هتاخد أجرك ما ليس صالح بالأجر أنا أعرفه هو بالإيمان ملك على حياتي وعيانا قريبا لابد أن إيه ما تقول معايا لابد أن أراه نكون مع المسيح كم ساعة أقوله معايا كل حين كل حين أنا لحبيبي وحبيبي لي حبيبك مين بس خد بالك إن آجلاً أو عاجلاً هتروع عند حبيبك أنا عرفت حبيب ورايا عنده أنت حبيبك مين يمكن حبيبك مخبهها عنك مخبهها عنك أنا حبيبي أعلن كل شي تخيل بقى حبيبي قال أنا مت بدلك على الصليب حبيبي قام وقال لي أنا أضمنك وأحفظك في رحلة الطريق حبيبي قال لي شوف حتى لو مشيت في واد الظل الموت أنا معاك وما تخافش من اللي بدايقوك حبيبي قال لي خد بالك أنا جاي قريب بشد حيلك حبيبي قال لي هتكون معايا لأبد لأبدين فحبيبي ما حطنيش كده فركن مجهول المعالم وكل ما تسألنا قولك الله أعلم لا حبيبي عرفني كل شي قولي بقى أنت حبيبك عرفك لو مدتي بعد شر أتروحي فين الله أعلم بس أديك وقعتي الله أعلم يبا دي اللغات اللي انت ماشية وراه ما عندوش أنا عاوز المؤمنين للمؤمنات يقول معي ما عندوش اللي عندنا عندنا نحن 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 نعلم نحن نعلم لكن ما عندك إيش نحن نعلم ليه بس مجرد ما تقولي له يا رب يسوع أنت من النهار ده حبيب قلبي اللي مدت بدالي وقمت غسلني بدمك ودخل لحياتي هيدخل لحياتك وحررك ويبا حبيبك ويضمنك وهتلاقي يقول لي ونحن نعلم خد بالك بقى اللي مات قام واللي قام جاي في رحلة العمر ما بين الموت أو ما بين موت وقيامته إلى أن يجي أحنا ماشيين في رحلة الحياة مش لوحدنا حد فيكم ماشي لوحده النهار ده هقول له في صديق عاوز يحطي إيدك في إيده صديق عاوز يحطي إيدك في إيده بس ترضى تقول له عصت عليك كتير وقست قلب كتير وعملت نفس أن أنا شاطر كتير لكن اكتشفت أن أنا منفعش في شيء أبدا أنا بترمي قدامك وقول لك يا رب مش يمسك يدي يا رب شيلني شيلني سداني يومك حلو النهار ده الناس تعبانا بر كلها وحلة بالويل لكن يومك حلو عاوز يشيلك يشيلك حبيب رب يا جات الآية دي ازاي يلا قولوها معايا الحافظ حبيب الرب مال يسكن لديه آمنا آمنا بعدها يستره طول النهار ظللك وغطيك وبين يلا بين منكبيه بين كتفيه يبيت أو يسكن محمول على الأكتاف محمول على الأكتاف تحبش تكمل رحلتك يا أخ كيفية الحلوة دي قاعد عمال تقول زي ما عملت دلوقتي مالك مالك بس مالك اللي بتسامة ضاعت من على واجهك في هي بس مالك هو ضاعت مني بطم مني بطم مني قريب مني حبيبي أقول لا ما تخافش حبيبي يسوح بس خلاص مدام قريب منه بطم منه ضاعت مني وهو حبيبي أنا بقي لك كام انت تعرف مش عايز تقول عن نفسك أنا اللي هقول لك سداني اللي أقول لك ما قلتش عن نفسي لكن أقول لك انت قل لي فتك كم سنة من عمرك تقول ليش معرفش خمسة وخمسين موسى قال سبعين ومع القوة كام لا أنا أديك تسعين خمسة وخمسين من تسعين 35 سنة بقية يعني يعني عد أكتر من أي وأكتر من النص عفاك عد ازاي يا أخ عد السنين دي ازاي طلعت الشمس وغابت في أكتر من كده والخمسة وثلاثين برضو هيعدوا بنفس الطريقة يعني هيخلاصوا هيخلاصوا طبعا طبعا تحب تقضي 35 سنة دول ازاي بس كل اللي أنا عاوز هوصله لك 35 سنة دول البقية تحب تقضيهم ازاي تقضيهم في الآهات آه 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 ولا تقضيهم في الترنيمات والابتسامة الحلوة والعنين اللي شايف مجد المسيح وجماله جلاله ايه رأيك ليل واحد ممكن شوفه بالإيمان عيون الإيمان ونحن غير ناظرين إلى الأمور التي ترى بل إلى التي لا ترى التي ترى وقتية أما التي لا ترى فهي أبدية احنا خلينا في المسيح بقى اللي هو أبو الأبدية ده بقى خلينا بص عليه بالإيمان طب ونبصت له سعادة وسلام وهنى وسرور رفيق رحلتك وعمرك حتى في الأتون ولو كان جب الأسود هتكملهم بالسلام وتوصل لدار الهنى بالسلام ونكون مع المسيح قول كل حين تحبش تكملها بالطريقة دي يا أخي تحبش يا أخي تتكمل رحلة عمرك بالطريقة دي شيء الأهم الأيام طب والوحد يعني فيه طريقة يوصل له مدينة كل يوم بنقول يا رب فكله بقول يا رب هي دي اللي تخلصك كلام توارسناه مغلوط حفظناه وعشناه من البيئة اللي تربنا فيها والمحيطات اللي حوالينا مش هو ده اللي يخلصك أما لإيه اللي خلصك اللي أنا بحكي عنه اللي قال عن نفسه ابن الإنسان قد جاء لك يطلب ويعمل إيه ويخلص قول معايا ما قد هلك إلا عشان يخلصك حمل خطياتك ورح للصليب وتعلق على الصليب بدلاً عنك دفع الحساب كامل وعلى أتم الاستعداد يمنحك أروع وأجمل حياة اللي يقولنا عنها زي ما قالنا هو الحياة الأفضل بس كل اللي مطلوب منك تيجي كده بنحناء وتقول لي يا رب أنا أول الخطاط اللي أنت بتحبوه مجيد من السماء عشانهم ادخل لها قلبه حياتي أنا أقولها بفخر النهار ده اللي عاوز يقولها يقولها صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ما تقوله معايا ليخلص الخطاط وقفوا توقفوا برضو أهم في العبارة جاء ليخلص الخطاط الذين أولهم شكراً جاء إلى العالم ليخلص الخطاط الذين أولهم قد ترخيرك بس خلاص ليس أبقى أحد غير هالخلاص يعني أنا لو دلوقتي وإنا قاعد قبل ما تقول تعالى نصلي وقبل ما الأخ الحبيب ناصف يرنم الترنيم الحلوة بتاعه يعني لو قلت له يا رب أنا أول الخطاط رحمه خلصني يقبلني هأكد لك هأكد لك مش مية في المية هما التسعين في المية لا مليون في المية عارف ليه مش أنا اللي بوعدك عارف ليه لأنه أل من يقبل إليها لا أخرجه خارجاً وانت جاي يالو مبروك عليك انت جاي يالو مبروك عليك وكل الخطاط اللي خالصه خلصوا بنفس الطريقة ما فيه عندناش طريقة تانية يا حبيب وبعدها على طول أول بس ما تقول يسوع غفر خطاياي وخطاياي تحت الدم هتلاقي نفسك تقول الرب رعية وأنا لحبيبي وحبيبي ليه هقول بس على كلماتين كده وبعدين هقول كم آية على الأعداد الأولى من المزمور بص كده معاي رب المجد يسوع في حنة 17 يقول للآب عن المؤمنين والنوين يأمنوا يقولوا دول كانوا لك وأعطيتهم لي خدوا بالكم عايز لي لي يعني عطية الآب لمين لابن الحبيب طيب اسمع آية تانية قالها الرب يسوع مش هكتر عليكم الآيات آية تانية بس اسمحها لما قال لا تخف عارف قال ايه أصحح 43 أشعية 43 عارف قال ايه والآن هكذا يقول الرب اقروا معاي خالقك يا يعقوب وجابلك يا اسرائيل لا تخف لأني فديتك موضوع الصليب لسه حكين وبعدين يقول له ايه دعوتك باسمك دعوة مؤد ملك باسمك شخصيا باسمك وبعدها يقول ييه يلا اقوله الكلمتين الحلوين أنت لي أنت لي أنت لي يبا الرب يسوع يقدر يقول له كل واحد وواحدة من المؤمنين والمؤمنات أنت لي لأننا عطيت الآب له ولأنه مات على الصليب وفدينا وامتلك على حياتنا أنت لي لكن ايه رأيكم هو يقول لي أنت لي بس أنا كمان من جانبي أقدر أقول له أنا لك مش كنا برنا في الترتيمة دي أنا لك ومدام أنا لك لغيرك خلاص اتأفلت السك على الآخرين أنا لك انت لي يا رب أنا لك وانت لي طب بص بقى خلينا نركز على العبارة دي الرب رعية تدي لك ايه المعنى المعنى تديه لك ايه ايوة الرب رعية يبا بقول له انت انت لي لي ايه الراعي الراعي نصيبي هو الرب قالت نفسي نصيبه هو الرب يعني بقول له انت ايه ما تقوله معي انت لي انت لي المجدلية تتذكره معايا لما كانت عند القبر في انجيل يوحنى اصحاح عشرين راحة والظلام باقي تطلب الرب يسوع ميت لقيت القبر مفتوح لما ظنته البستاني لما ظهر لها بتقول له ان كنت قد اخذته فقل لي وانا اخذه كأنها بتقول يسوع ده اقول بتاعي انا الواحدي لي لي ليه انت مستني العالم واحد بقول ليه المؤمنين قليلين قلت له لأني ده مسئولية فردية انت تقبله او ترفضه طب وليه الناس مش قبله يا حبيب قلبه انت ملك ومال الناس يقبله ويرفضه ده مش قصتك قصتك مع مين مع نفسك قول مع اللي عاوز يقول قول وان رفضك كل العالم يا رب فانت فانت لي انا عايزك انا يا رب انا مش عايز حد تاني غيرك وخد بالك تقبله دلوقت في رحلة عمرك هيقبلكه في الابدية الطويلة اللي تبدأ وما تنتهيش بس انت تقوله انت لي تقدر تقوله الرب رعينا دي سهلة لكن تقوله الرب رعي تقدر تقوله الرب رعي ده بتاعي انا رعي انا يا بخت اللي ليه رعي مش كده برضه يا خب يا بخت اللي ليه انا ليه يا رعي على فكرة يعقوب زمان في العهد القديم قال عبارة بس يعني كويسة بس مش مش قوي بالنسبة لي انا مش قوي بس اقولها لكم لما يوسف جاب ابنيه وحطي ايديه بفطنة كده هو وقال عارفين ايه الله الذي رعاني منذ وجودي طب وبقى الايام يا يعقوب بقى الايام ما تكلمش عنها بس انا ما بقولش الله الذي رعاني انا بقول الرب ايه ما تقول معي رعي حد ارى المزمور ده قبلك كده يرفع ايده ياه كله 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 طيب اخر مرة الاسبوع ده حد ارى المزمور ده هذا الاسبوع عال عاوز اسأل اللي رفع ايديهم اردوا الاسبوع ده المزمور ده ازاي الرب ايه رعية طب والنهار ده اردوها ايه مش المفروض نقرأها رعانا انتو اردوها من اسبوع الرب رعية احنا اردناها النهار ده اردناها الرب ايه برضو طب حد ارى المزمور ده من خمس سنين من خمس سنين عال اردو ايه من خمس سنين يا اخونا برضو رعية من خمس سنين رعية والنهار ده اردناها ايه رعية اشكرك طب حد اردناها المزمور ده من حواله اربعين سنة عال لا ده كتار ما اكدن زي كتار نشكر رب اردناها ايه بتعتلى اربعين الرب ايه رعية واليوم اردناها رعية طيب إن شاء الله بكرة نقرأها إيه رعية وبعد سنة والغاية ما جاء الرب الرب رعية شكراً من كل القلب يا رب ما بيتخلى دقيقة واحدة عننا رعانا وبيرعانا وهي رعانا سداني لا تقولوا الآية الحلوة دي يلا وها أنا معكم كل الأيام لغاية إمتى إلى انقضاء الدهر افتعناك على الراعي رعينا حي صدقني حي إيه اللي خوفني أمشي رفع راسي مش لأني أقوى من غيري لكن أنا ليا رعي في ترنيمة بتقول أنا ليا يا سلام أنا ليه يا العظيم إيه اللي خوفني يا أخي امشوا ما تخافش لا من اليوم ولا من بكرة ولا تخاف من أي شيء لأن حبيبك حي ومش هيسيبنا لغاية ما نوصل عنده بالسلامة وأنا هنكون معها كم ساعة كل حين أقولك تلات عبارات وهصلي معكم واحد في ظل الراعي حياة سعيدة حياة سعيدة هقرأ لكم بس هقرأ لكم بس في ظل الراعي تعيش حياة سعيدة الرب يلا أقوله معاه راعية ها فلا يعوزني شيء هل احتجنا إلى شيء خلال سنين العمر اللي فات اللي قادر تفعت بس أشكر الله كلها عملت كده ولا هيعوزنا شيء صدقني ولا هيعوزنا شيء الأشبال احتاجت وجعت إحنا المؤمنين لا لم يعوزنا شيء أبدا أبدا ما تخافش ما تخافش بتسم للزمن الآتي لأن يسوع المسيح هو هو أمس واليوم وإلى بل بل في مراعي خضر صدقني في مراعي خضر يربيضني إلى مياه الراحة أقول يوريدني طب وإنبعاد ده اختبار كل واحد فينا على فكرة ما فيش حد أحسن من حد يا مبعدنا ورد نفسنا يرد نفسي يهديني إلى السبل البر من أجل من أجل اسمه هذه رحلة العمر في مضايقين وفي ضيقات صح ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية كمل أنت المزمور كلام الحل فحياة سعيدة في ظل الراعي وإذا سمح الرب أن تنتهي رحلة العمر موت سعيد في أحضان الراعي أو في حضن الراعي حياة سعيدة في ظل الراعي وإذا رب أسر تأخر فيما جيء وأسر رسالتي لغاية كده الكفاية مش مشكلة عارف ليه؟ موت سعيد في حضن الراعي خدوا بالكم التعبير الأخير في حضن الراعي يعني أتاري المؤمن في العهد الجديد فاكرين لعازر طيب لعازر المسكين فاكر لما مات يقول ليه الكتاب؟ أيوة قول حملته الملائكة إلى حضن إبراهيم بس إحنا مش كده هما ليه؟ عارف يتقال عن المؤمنين الراقدون بيسوع الراقدون بيسوع أولها لك بطريقة تانية في حضن الرب يسوع مش هتحملنا الملائكة إلى حضن إبراهيم لكن حضن الرب يستقبلنا حتى وانحملتنا الملائكة مع المسيح زاكا تخيل بقى واحد بيرجمه فيه بالحجرة رفع عنه وقال أرى السماء مفتوحة هو واقف هو واقف واقف عارفينه مين ده؟ استوفانوس مين اللي واقف؟ قالوا ابن الإنسان واقف عشان كده حجارة ولا غيره ما تهمش هوصل عنده عشان كده سعادة في الموت لأني أكون في حضن الراعي يبقى حياة سعيدة في ظل الراعي وموت سعيد في حضن الراعي آخر حاجة أبدية سعيدة مع الراعي بس عايزة تانية أنا أبدية سعيدة مع الراعي حتى فاكر آخر آية في المزمور خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي كملوها وأسكن في بيت الرب كم يوم يقول إلى مدى الأيام خدت بالك معاي يعني حياة سعيدة أقضيها مع الراعي وإذا رقت موت سعيد في حضن الراعي طب الأبدية أبدية سعيدة مع الراعي نكون مع الرب كل حين ما يستهلش يدخل حياتك ما يستهلش يدخل حياتك يا شاب ما يستهلش يدخل حياتك يا أختي يستهل ولا ما يستهلش ما يستهلش يدخل حياتك ما يستهلش تتكرس حياتنا لي يا مؤمنين يستهل ولا ما يستهلش نعم العمر الباقي لك مين يقول أمين نعيش لمجدك قوله أمين ونشهد عن صلاحك وغنى نعمتك قوله أمين ونقدمك للناس اللي ما اختبروش قوله أمين يا مؤمنين واللي عاوز ياخده مخلص شخص ليه برضو ممكن يقول أمين تجيش نعف نصلي تعالوا نرفع قلوبنا قدامه تعالوا نذهب إلى هذا الشخص إخوتي أخواتي أن المسيحية تتلخص في شخص عظيم اسمه الرب يسوع أنا مسيحي نسبة إلى المسيح اللي دخل قلبه حياتي ملكياني اللي أصبح رعية مات لأجلك هل تعطي حياتك قام ليضمنك هل تسق فيه هل تسق فيه آتي ليأخذك ليأخذنا تستمتع معه في أبدية سعيدة هل تضع رجائك عليه تعالوا نصلي تعالوا نصلي يلا أقولوا معي سلمت قلبي خصصت حكي قدمت ذاتي لك يا رب أنا لك أنا لك قلني بجملاتي وأنتادي هنا في الخربة تقودني تقودني تمشي برفقاتي بروحك تهديلي خطوات يلا أقول معي سأهدف مجد هم لك على مدى السنين سألهد من شخصك فأنت فأنت المعين وأخضع لصوتك دوما في كل حين نعم آمين سلمت 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 قلبي خصصت خلبي قدمت ذاتي لك لك يا رب حقي لك حقي 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 شكرا